بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من ورشة كتابة وتصميم السيرة الذاتية هذه المحاضرة راح تكون أولى المحاضرات العملية اللي إن شاء الله راح نحاول نغطي بها المعلومات العملية اللي من خلالها نقدر نصمم سيرة ذاتية احترافية حسب ما تعلمنا بالأمور النظرية راح نحاول إن شاء الله نوظف هذه الأمور والمعلومات من خلال برنامج وورد حتى نصنع سيرة ذاتية احترافية طبعا بعد ما نفتح برنامج وورد يفضل أن نصغر الورقة من خلال هذا الخيار ورح ننشئ فتفكرة معينة بسيطة إن شاء الله بنفس الوقت احترافية بداية نرسم شكل مستطيل عمودي بهالمكان نختار اللون أحمر لون التعبئة ولون المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن أن يكون هذا المستطيل هو يملأ الجزء اليمين من الأعلى ومن الأسفل ومن اليمين بعدها نرجع نكبر حجم الخط ندرج صورة البروفايل الخاصة بالسي في واللي هي موجودة بالصفحة اللي نوهنا عليها قبل قليل طبعا بعد ما ندرج هذه الصورة البروفايل مثل ما تعلمنا حتى نحركها ونقدر نتعاملوا إياها بسهولة نضغط عليها كليك أيمن ونختار التفاف النص ومن ثم نختار أمام النص تمام الصورة صارت جاهزة ونحاول تكبير الصورة إلى أن تصل إلى الطرف الأيسر بهالمكان تقريبا تمام جدا بعدها نحاول نرسم في شكل بسيط هذا الشكل ممكن أن يكون أيضا شكل مستطيل يكون من منتصف اللون الأحمر من منتصف اللون الأحمر وبمسافة معينة مثلا نختار للون هذا اللي هو اللون الأصفر الغامق أو الخردلي اللون الخردلي ومن التعبئة نختار بلا تعبئة بعدها نرسم في شكل آخر ولكن يكون بمسافة أرفع وأيضا نمطي نفس الألوان ونفس التعبئة ولكن بدون مخطط تفصيلي صار عندنا هذا الشكل ممكن نضيفها دلمسة بسيطة حتى تبين أنه الشكل ثري دايميشن ممكن نكبر شوي العرض وبهالمنطقة نضيفها دلمسة بسيطة من خلال إدراج أشكال نختار الشكل المثلث اللي هو هذا الشكل المثلث طبعا نحاول نرسم هذا الشكل المثلث بهالمنطقة ممكن نهيت شي بعدين ننطي لون أسود ومخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا نكبر العرض شوي نكبر العرض بعدين نحاول ندور هذا المثلث بزاوية قائمة بزاوية 90 ونحاول يكون يلامس الطرف ممكن شوي نزل إلى الأسفل جميل جدا لما نزغر العرض رح يوحينه أنه هذا الفيكتور يوحينه هذا الفيكتور أنه هو خارج من الشكل الأحمر وكأنما ثلاث الأبعاد لما نجي نزغر العرض رح تلاحظون أنه وكأنما هذا الشكل هو خارج بشكل من الشريط الأحمر طبعا ممكن خلال مربع ناص مثل ما تعلمنا إدراج مربع ناص رسم مربع ناص مثلا ونكتب مثلا السيرة الذاتية السيرة الذاتية مثلا الذاتية ممكن حجم الخط نكبره نكبر حجم الخط ممكن تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة مثلا ما تعلمنا أنه مربع ناص نلغي المخطط التفصيلي وممكن نضيف مربع ناص آخر من إدراج مربع ناص ونكتب CV ممكن CV ممكن أي كلمات أخرى مثل ما تعلمنا من تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا ممكن أن يكون bold وممكن نكبر حجم الخط شوي وممكن نخليه بهذا الحجم ولكن أنا أفضل شوي أكبر مثلا 30 وأفضل أن اللون يكون أفتح يعني أسود فاتح مثلا هذا اللون يكون أجمل مثل ما نلاحظ أنه صارت عندنا هذه الواجهة الجميلة طبعا هذا الجزء رح يكون مخصص للصورة الشخصية من إدراج الشكل يأما إدراج صورة يأما من إدراج صورة وندرج الصورة طبعا هذا الجزء رح يكون هو خاص للصورة الشخصية ومثلا إدراج صورة أو شكل يعني أما من إدراج صورة أما من إدراج شكل ونختار مثلا هذه الدائرة طبعا إدراج شكل ويفضل عند رسم الدائرة نضغط على المفتاح شيفت حتى الدائرة تكون بشكل دائري وليس بيضوي مثلا شفنا أن هذه الدائرة كبيرة ممكن نزغرها مع الضغط على المفتاح شيفت ونروح على تنسيق طبعا بعد ما نحدد على الدائرة نروح على التنسيق ومن ثم تعبئة الشكل ومن ثم نختار صورة ومن ثم نختار تعبئة الشكل على شكل صورة طبعا نختار الصورة اللي نريدها تكون مثلا هذه بالمناسبة طبعا هذه الصورة لا تمثني مو إلي يعني هاي الصورة بس مجرد كمثال وممكن أنه المخطط التفصيلي ممكن يكون أحمر ممكن يكون بهذا اللون ما يكون مشكلة ممكن أسود ممكن أسود فاتح بأي لون ممكن أن نلغي المخطط التفصيلي هماتين ما يكون مشكلة هذه الخطوات الأولى طبعا نسمي هذا الصنف نسمي مثلا المعلومات الشخصية طبعا راح تكون السيرة الذاتية على شكل أجزاء جزء مثلا خاص بالمعلومات الشخصية جزء خاص بالشهادات جزء خاص بالهوايات جزء خاص بالمهارات مثلا هذا الجزء راح يكون خاص بالمعلومات الشخصية وطبعا أكون ملاحظة أنه الشكل ممكن أن نضغط عليه click ونكتب مباشرة يعتبر أيضا كمربع نص نكتب مثلا المعلومات الشخصية مثلا وطبعا نقدر نحدد الخط من control A ونبطيها bold ونكبر حجم الخط وممكن اللون يكون أسود ممكن أسود غامق وممكن نكبر الخط مثل ما تشوفون هذا الجزء الخاص بالمعلومات الشخصية طبعا نرسم مربع نص مثل ما تعلمنا رسم مربع نص ونكتب المعلومات الشخصية بهالمنطقة بنصف الورقة ومثلا راح تكون الاسم عفوا الاسم الثلاثي مثلا بها عبدالستار جبار مثلا الاسم الثلاثي المواليد مثلا خلنقول 22 5 مثلا 2010 مثلا لا على التعيين ممكن نخلي الحالة الاجتماعية الحالة الاجتماعية ممكن متزوج ممكن اخلي الجنسية عراقي مثلا طبعا ممكن حجم الخط نمطي بعض التنسيقات وليكن 14 bold باعتبار انه معلومات شخصية من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ممكن نخلي على اليسار وسائل التواصل ممكن نفصل بين وسائل التواصل والمعلومات الشخصية بخط مثلا هذا الخط طبعا ممكن حتى يكون الخط عادل نضغط على المفتاح shift وهذا الخط ممكن ننطيه من المخطط التفصيلي ننطيه لون احمر حتى يكون مشابه للشريط اللي على اليمين وممكن من المخطط التفصيلي من الوزن ممكن نزود الى نقطة ومن المخطط التفصيلي والشريط ممكن نختار هذا الشكل ممكن يكون اجمل بعدها نرسم مربع نص ورسم مربع نص وراح يكون بهالمنطقة ومثل ما تعلمنا مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة انه إذا عدنا نص انجليزي يفضل نختار اتجاه ورقة انجليزي او اتجاه للنص يكون انجليزي مثل ما تعلمنا وراح نكتب مثلا البريد الالكتروني بها وورد مثلا دوت كوم ممكن نخلي الفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش بها وورد ممكن نخلي الموقع الالكتروني دوت بها وورد دوت كوم ممكن نخلي رقم الهاتف صفر سبعة مثلا هيك شي لا على التعين ارقام لا على التعين ممكن لا على التعين بنفس الطريقة اللي نسقنا بها هذا الجزء نسق به هذا الجزء اللي هو العليسار وحجم الخط يكون مثلا 14 اللون اسود ممكن نمطي بولد بلا تصطير تمام ممكن شفنا انه اختفى الرقم الهاتف ليش لان مربع النص صغير طبعا ممكن انه اذا لاحظنا انه رقم الهاتف مظاهر كل رقمين ممكن نكبر شوي حجم المربع النص وممكن نشوف انه التباعد الاسطر كبير من الصفحة الرئيسية وممكن يكون واحد يكون الشكل اجمل طبعا مثل ما تعلمنا من تنسيق تعبئة الشكل ممكن تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن هذا الخط يكون ممتد الى النهاية طبعا نجي نرسم مثل ما تعلمنا رسمنا هذا الشكل ممكن ناخذ كوبي من هذا الشكل طبعا حتى نحدد الاشكال كلهم نحدد الشكل الاول ونضغط على المفتاح شفت ونحدد الشكل الثاني طبعا مع الاستمرار بالمفتاح شفت وبالضغط على المفتاح شفت ونحدد السهم لترك المفتاح شفت وممكن انه من تنسيق نتعلم في شي جديد اسمه تجميع نحولهم الى مجموعة بعد ما حولناهم الى مجموعة نلاحظ انه اي جزء نحدد راح تتحدد المجموعة كلها ونقدر من الصفحة الرئيسية نسخ لصق ونحاول نضيف السهم او شكل بهالمنطقة ممكن اذا شفنا مرتفع ممكن ننزل الى الاسفل تمام جدا ممكن هنا نخلي الهوايات مثلا او الشهادات خلي نقول الشهادات العلمية مثلا طبعا نفس الشي اما ناخذ كوبي من هذا مربع النص كونترول سي طبعا شفنا انه حجم مربع النص كبير نحاول نصغر ونجي بهالمنطقة كونترول في او لصق ونخلي النص بهالمنطقة وممكن انه نكبر حجم الافقيا حجم مربع النص ونلغي البولد ونحاول نمسح كل اللي كتبنا ومثلا نقول طبعا ممكن نمطي ترقيم او تنقيط ما اكو مشكلة مثل ما تعلمنا نقول مثلا شهادة دبلوم في التصميم من جمهورية مصر العربية ممكن شهادة اخرى في الارشفة الالكترونية لبنان نقول مثلا شهادة في التصميم والاخراج الفني امريكا ممكن الـ USA يريدها تكون كابيتال مثل ما تعلمنا من حالة الاحرف ونختار الاحرف كبيرة ممكن ادوبي تكون كلها كابيتال من الاحرف كبيرة ولكن انا افضل انه الادوبي تكون بس الحرف الاول كبير يعني شنو راح تكون حرف كبير في بداية كل كلمة ممكن نقطة وهكذا وهكذا نكتب الشهادات اللي حاصلين عليها بعدها ناخذ كوبي من هذا الشكل اللي سوينا نسخ لصق ونحاول نخلي بها المنطقة مثلا ونغير النص الى مثلا الهوايات ممكن ناخذ كوبي من من هذا مستطيل ما هو مربع النص اختصارا للوقت نسخ لصق وممكن نخلي بها المنطقة نقول مثلا الهوايات الرسم والتصميم الإخراج الفيديوي والمونيتير مثلا نقول مشاهدة كرة كرة القدم وبالأخص برشلونة مع احترامي اللي مشجعين ريال مدريد السفر وحب الاستطلاع اخيرا من هواياتي هو عشق عالم الحاسوب طبعا ممكن نستنسخ هذا الشكل نسخ لصق ونخلي مثلا المهن مثلا ممكن نضيف شيء اخر نسخ لصق ونخلي بها المكان المهام التي مارستها مثلا نقدر نقول نسخ لصق تحرير مجلة مميزون في المعهد التقني كربلا مسؤول وحدة التدريب التقني في مكان ما مدرب حاسوب معتمد لدى أكاديمية الوارف الثقافية استاذ مادة الحاسوب في كلية المعارف الإسلامية مثلا نكتفي بهذا القدر نلاحظ انه صار عندنا سيفي جميل جدا وانيق وطبعا نقدر نضيف لبعض الامسات البسيطة اللي هي من خلال اضافة الايكونات الخاصة بوسائل التواصل ممكن هذا الخط يكون نزحف الى اليمين وممكن هذا مربع النص نزحف الى اليمين ممكن نزحف بعد نروح على ادراج صورة ومثلا رح نختار الجيميل هذا الخيار ومثل ما تعلمنا ايمن والتفاف الناس ونختار امام الناس حتى صورة تكون حرة ومثل ما تعلمنا ايضا نضغط على المفتاح شفت ولمن نصغر حتى يكون نسبة التصغير متناسبة الطول الى العرض نصغر هذه حجم معين ممكن الحجم طبعا انا رح اكبر ها شوية اكبر العرض عفوا وليس الشكل حتى اصغر الشكل ممكن هذا الشكل طبعا بعد ما صغرنا هذا الشكل رح نستنسخ هذا الشكل نسخ لصق اكثر من نسخ مثلا هاي نسخ اخليها وهذه النسخ اخليها خاص بالفيسبوك وممكن اخليها بالخيار الخاص بالموقع العليكتروني وطبعا ممكن لصق والصق بهذا المكان بس ممكن واحد يسأل يقول الصور متغيرة لش نستنسخ نفس الصورة طبعا نقدر نغير الصورة الى الصورة الاخرى مثلا هذه فيسبوك نختار مثلا حدد الصورة ونروح على تنسيق وتغيير الصورة عفوا على اليمين هذا الخيار اللي هو تغيير الصورة تغيير الصورة ونختار فيسبوك هذا الخيار مثلا نروح ايضا على تغيير الصورة ونختار مثلا هذا اللي هو الويبسايت واخيرا تغيير الصورة ونختار مثلا هذا التليفون لاحظ أن الأشكال أضافتنا إلى أنه كبيرة طبعا لاحظ أنه اللون الأسود هو يعني لونه غامق جدا وممكن أن نخفف هذا اللون أو نغير لونه طبعا نحدد الأيكون ومن تنسيق من اللون ممكن نختار اللون الأحمر الفاتح من تنسيق اللون وأيضا الأحمر الفاتح وممكن من تنسيق اللون الأحمر الفاتح وأيضا رقم الهاتف من تنسيق اللون الأحمر الفاتح ممكن نكبر حجم الصورة حتى يكون أجمل نصغر العرض نصغر العرض قليلا حتى نشوف شن اللي صار عندنا طبعا صار عندنا CV جميل جدا ومثل ما تلاحظون أنه ضفنا له إمكانية المثلث الأسود اللي يدلي على أنه شكل ثري دايميشن أو كأنما الشريط العنوان هو بارز وظاهر من خلال الشريط الأحمر طبعا هذا هو أبسط سيرة ذاتية جميلة وأنيقة في نفس الوقت وممكن أن تجذب من ينظر إليها نلتقيكم في المحاضرة القادمة لعونه شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة